الدرس الثاني في محاضرتنا عن استخدامات فعل الكينونة نتعرف على كيف ممكن أنا نستخدمه في اللغة الإيطالية أو كيف أنا نستفيد منا في الكتابة أو المحادثة بداية ممكن أنا نستخدم فعل الكينونة للتعريف بالاسم يعني لما بنقول أنا اسمي كذا أو أنت اسمك كذا أو نحكي على شخص آخر هو اسمه أو هي اسمها نستخدم verbo essere مثل أنا أمينة بمعنى أنا اسمي أمينة أو أنا أكون أمينة إيو صونو أمينة أنت ماركو؟ تو ساي ماركو أنت ماركو؟ هي ندا لي هي ندا وهكذا ممكن نستخدمه أيضا مع الضمائر الأخرى الاستخدام الثاني هو التعريف بالجنسية أو البلد بنقول أنا من أي بلد أو أنا ما هي جنسيتي إيو صونو ساوديتا أنا سعودي تو ساي ماركو أنت مغربي هي مصرية سواء كنت بنعرف بنفسي أو بنعرف بأي شخص آخر نستخدم verbo essere بهذه الطريقة الضمير وبعدها verbo essere وبعدها الجنسية طبعا الجنسيات تعتبر مثل الصفات لهذا مع المؤنث حتكون تنتهي بالآ مع المذكر تنتهي بالآ الاستخدام الثالث هو الوصف سواء كنت أنا نبي نوصف نفسي أو نوصف أي شخص أو شيء آخر مثلا إيو صونو بيلا أنا جميلة تو ساي عالتو أنت طويل لوي إي تابولي هو ضعيف أو أي صفة من الصفات الممكن أنا نستخدمها مع نفسي أو مع أي شخص آخر والاستخدام الآخر للverbo essere هو التعريف بالوظيفة أو المهنة إذا أنا حبيت نعرف بنفسي ما هي وظيفتي أو ما هي مهنتي حنستخدم الverbo essere إيو صونو إنسنيانتي أنا معلمة أو أنا معلم إيو صونو إنسنيانتي لوي إي ماديكو هو طبيب طبعا في الدروس القادمة حناخد المهن والجنسيات بالتفصيل الاستخدام الأخير عندنا في هذا الدرس هو لوصف الشعور أو الحالة النفسية أنا كيف شعوري الآن أو ما هي حالتي النفسية أنا سعيد أنا متعب أي شعور أو حالة أنا نمر بها إيو صونو فليتشي أنا سعيد أو أنا سعيدة أنت متعب هي متعبة لاحظنا إنه تو ساي ستانكو هنا كنا نخاطبه في مذكر لو كان مخاطب مؤنت كنا قلنا تو ساي ستانكا يعني أنت متعبة هذه بقتصار أهم استخدمات verbo أسري اللي نحن حنستخدموها بإذن الله في الدروس القادمة أترككم الآن مع الستماع أنا أمينا 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 Tu sei stanco Lei è stanca Io sono Amena Tu sei Marco Lei è Nada Io sono Saudita Tu sei Marocchino Lei è Egiziana Io sono Bella Tu sei Alto Lui è Debole Io sono Insegnante Lui è Medico Io sono Felice Tu sei Stanco Lei è Stanca